أصحاب المعالي، الرؤساء الوفود، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحبور الكرام، شهر زمائي بني دفرانس دي تالي، دي برزيز، دي تركي، دي موند انتين، باسم الشعب التونسي وباسم الخاص، أرحب بكم أرشادة الحاب في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي يعرف فيه التونسيون الأسى والفرح، الأسى لكل الوقت الضائع، لكل هذه العقود التي ضاعت من تاريخنا، ونحن هنا إنه تحت نظام الاستبداد، نظام القمع، نظام الفساد، نظام التزييف، نظام الظلم، الأسى أيضا على ما كلفنا التخلص من هذا النظام، ولكن أيضا يوم الفرح أخيرا فتحت أمامنا كل المجالات لمستقبل إن واعد، هذا اليوم هو اليوم يوم فاصل في تاريخنا، يوم فاصل بين ماضي مظلم ومستقبل مشرك، هذا اليوم هو الذي صرخ فيه الشعب، الشعب يريد إسقاط النظام، هذا الشعار الذي تردد عبر العالم، الذي تلقفته كم من شعوب وكم من حناجر، الشعب يريد إسقاط النظام، هو رد على تلك المقولة الشهيرة التي أصبح العالم كل يعرفها إذا الشعب يوما أراد الحياة، بعد قرابة القرن صرخ الشعب أنه يريد الحياة، وأنه يريد إسقاط النظام، لقد أسقطنا نظام الدكتاتورية، أسقطنا نظام الفساد والقمع والتاسيف، لكن الشعار اليوم هو الشعب يريد بناء النظام، الشعب يريد بناء نظام جديد، والدولة التي انبثقت على الانتخابات الشرعية الأولى والوحيدة في تاريخه، تريد أن تحقق إرادة الشعب، اليوم ماذا يريد الشعب، وماذا على الدولة أن تحققه؟ الشعب يريد أن لا تذهب تضحيات الشهداء وجرح الثورة السدى، والدولة ستعمل على أن لا تذهب تضحيات الشهداء وجرح الثورة السدى، الشعب يريد تكريم جيشي الذي حمى ثورته، وساهم في إنجاح الانتخابات، وساهم في الإنماء، والدولة ستعمل على تكريم هذا الجيش، الشعب يريد إعادة الاعتبار إلى سلك الأمن الذي تضرر أكثر من كل أسلاك الدولة من النظام الاستبدادي والدولة ستعيد لسلك الأمن كرمته واعتباره وستدعو كافة مواطني هذه الدولة إلى احترام رجال الأمن حيث لا وجود استقرار ولا وجود الاستثمار دون عودة هذا السلك إلى معنويته العالية وإلى عمله هذه المرة في خدمة الوطن في خدمة العالم وليس في خدمة شخص أو نظام الشعب يريد المحاسبة ثم المصالحة ويريدها في هذا النظام المحاسبة ثم المصالحة حيث لا مصالحة حقيقية دون محاسبة حقيقية والدولة ستسعى إلى تكون هناك محاسبة دون انتقام ودون ثأر ولا تقيد في إطار عدالة قد تكون انتقالية ولكنها يجب أن تكون عدالة الشعب يريد أن يتواصل المسار الديمقراطي وأن لا يكون فيه أي رجعة والدولة ستسهر على تتتابع الاتخابات وأن تكون دائما حرة ونزيها كتلك التي عرفناها والتي رفعت رأسنا بين الشعوب الشعب يريد العمل ويريد نهاية هذه التجمعات العشوائية التي تسد طرقات وتسد أماكن العمل لأن الشعب يعلم أن هذا تخريب لمستقبله وهو يريد الآن عودة كل تنسيين إلى العمل مع الحفاظ على حقوقهم في الاحتجاج لكن شريطة أن لا توقف شرايان الحياة الشعب يريد احترام القانون ويريد مؤسسات دولة تحترمها القانون وهذا ما ستصعى إليه الدولة لكن الشعب أيضا يريد أن ينفتح على جيرانه وعلى أشقائه وكم يسعدني الآن أن أرى جيراننا وأشقائنا جاءوا ليشاركوننا هذا الحفظ البهيش الشعب يريد تطوير علاقاته مع أشقائه في المغرب وفي المشرق وكم يسرني أن أرى إخواني هنا من المشرق العربي ومن المغرب العربي جاءونا ليشاركون فرحة هذا اليوم نحن نريد والشعب يريد اتحاد الشعوب المغرب العربي الكبير نحن نريد الحرية الخمس للمغاربيين حرية التنقل حرية العمل حرية الاستقرار حرية الاستثمار حرية المشاركة في انتخابات بلدية وذلك كبداية إن شاء الله لاتحاد الشعوب العربية المستقلة التي ستعيد لهذه الأمة مكانتها ودورها في التاريخ ويا الله كم ضيعنا من عقود ومن قرون ونحن خارج ساحة هذه التاريخ والحال أن هذا التاريخ بأحوج ما يكون لأمة كأمتنا تشارك في العلم وتشارك في التقدم وتشارك في حل مشاكل الإنسانية بدل أن تكون عليه عبءا نعم نحن نريد أيضا تطوير علاقاتنا مع أصدقائنا في الغرب في أوروبا نحن نريد أيضا تطوير علاقاتنا مع أصدقائنا وإخواننا في الجنوب في أفريقيا ونريد التفتح على آسيا ونريد التفتح على أمريكا اللاتينية نحن نريد لهذا البلد الصغير أن يكون في مجموعة كبرى هي المغرب العربي الكبير ثم مجموعة الأكبر هي المجموعة العربية حتى نتفتح على باقي شعوب الأمة لأن حب الوطن لا يعني الشوفينية والتمسك بالقيم وبالثوابت وبالهوية العربية الإسلامية لا يعني أن نغلاق عليها أو اعتبار كل ما دونها لا يسوى شيئا بالعكس نحن جزء من الأمة البشرية وسنسعى لأن نكون جزءا من حل مشاكلها وليس جزءا من مشاكلها إضافيا اللهم لك الحمد أننا أصبحنا في هذا البلد نستطيع أن نتكلم بكوامل الحرية اللهم لك الحمد لأنك فتحت أمامنا أخيرا أبواب المستقبل سنكون أوفية لشهداء الثورة وسنحتفل كل سنة بهذه الذكرى وقد ازددنا تقدما وقد مشينا على درب تحقيق هذه الآمال التي مات من أجلها الشهداء نتقدم خطوة خطوة إن شاء الله بفضلكم ومعكم مرة أخرى شكرا لكم بيوفنا الكرام لأنكم شرفتمون بهذا الحضور وشرفتمون بمشاركة هذه الفرحة وإن شاء الله سنتمنى لكم أيضا ولشعوبكم جميعا أن تعرف أيضا الحرية والاستقرار والعدالة وأن لا تضطر كما ترناح إلى القيام بهذه الثورات الدموية لتعديل ما كان من الأصل غير قابل للإصلاح شكرا لكم جزيلا مرة أخرى وفقكم الله تحية الثورة تحية تونس يحية المغرب العربي تحية الأمة العربية شكرا جزيلا شكرا جزيلا